إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين ومتابعين متابعي قناة أخبار عجلة في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم في فيديو جديد عن أخبار نادي الأهلي خلال 24 ساعة حيث حفلت القلعة الحمراء بالعديد من الأخبار خلال 24 ساعة نستعرضها مع حضراتكم في هذا الفيديو الأهلي يفاوض بديل حسين الشحات دخل مسؤول النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع إدارة نادي مصر المقصة للحصول على خدمات إسلام جابر لاعب الفريق والمعار هذا الموسم للصفوف الدخلية لتعويض صفقة حسين الشحات لعب العين الإماراتي بعد تمسك مسؤولي الأخير بجميع اللاعبين المحترفين في الفترة الحالية ويقدم إسلام جابر مستويات مميزة هذا الموسم ونجح في الانضمام للصفوف منتخب مصر وبذلك يعد هدفا للأهلي للتعاقد معه في يناير لدعم الصفوف الفريق الأول ويسعى مسؤول الأهلي لحسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة حيث من المنتظر أن يتقدم بعرض رسمي للمقصة لضم اللاعب ولفت جابر الأنظار إليه هذا الموسم حيث يعد أحد أبرز اللاعبين في فريق الدخلية وهو ما جعله محط اهتمام العديد من الأندية وفي مقدمتها الأهلي وبراميز الأهلي يكشف حقيقة رحيل أزارو في يناير كشف مجلس إدارة النادي الأهلي حقيقة رحيل المغربي وليد أزارو عن صفوف فريق الكرة بالنادي الأهلي مع حلول شهر يناير المقبل بفترة الانتقالات الشتوية وكشف التقارير الصحفية عن تصريحات لمصدر مسؤول داخل النادي الأحمر تشير إلى غلق مجلس الإدارة الباب في وجه أزارو من حيث مسألة الرحيل والاحتراف خارجيا في يناير وكان المغربي على بعد خطوة واحدة من الاحتراف في الدور الصيني في الصيف الماضي لولا رفض الأهلي العرض لأسباب غير احترافية من قبل النادي الراغب في ضم اللاعب وفادت التقارير أن أزارو مستمرا داخل صفوف الأهلي حتى تحديد مصيره مع نهاية الموسم الجاري الجونة يطلب استعارة خمس لعبين من الأهلي تلقى النادي الأهلي عرضا رسميا من الجونة لإستعارة خمس لعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوفه وذلك بعد تأخر ترتيب الفريق ببطولة الدوري العام ووفقا لمصدر داخل إدارة النادي الأهلي فإن الجونة طلب استعارة خمس لعبين وهم أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وأحمد حمدي وصبر رحيل ومحمود الجزار تصريح مفاجئ من صفقة الأهلي الجديدة عن محمد أبو تريكا قال محمد محمود لعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه كان يتمنى اللعب في الأهلي بجوار محمد أبو تريكا نجم الفريق الأسبق والذي يعد مسأله الأعلى على المستوى المحلي وإنه بالطبع كان يتمنى مزاملته في الملعب وفي نفس الأمر بالنسبة لحسام غالي قائد الفريق السابق وأشار لعب الأهلي الجديد إلى أنه لم يحسم رقم القميص الذي سيرتديه مع الفريق مؤكدا أنه لا ينشغل بهذه الأمور وأن لغة أرقام القمصان لا تعنيه وليس لها تأثير على اللاعب مستشهدا بمحمد أبو تريكا الذي اختار رقم 22 الذي لم يكن معروفا أو شهيرا في عالم الكرة من قبل وبات بعد أبو تريكا الرقم الأشهر ويرغب في ارتدائه حاليا كل اللاعبين وذكر محمد محمود أن محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني والذي يلعب ضمن الصفوف لفربول الإنجليزي هو مسأله الأعلى على المستوى العالمي مؤكدا أنه من عشاقه ومحبي الدور الإنجليزي الذي يعد الأكثر متابعة بالنسبة له الأهلي يضحي بسلسة لعبين وعشرين مليون جنيه لحسم صفقة نجم إمبي يصر مسؤول النادي الأهلي على التعاقد مع حمد فتحي لعب فريق إمبي لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير وكان إمبي قد رفض عرض الأهلي بشأن ضم حمد فتحي في جلسة عقدها عدل القيعي مستشار تعاقدات الأهلي مع إدارة الفريق البترولي والذي توقف عند 15 مليون جنيه بالإضافة لعارة أحمد حمودي وصبر رحيل وأحمد ريان واستقر الأهلي على رفع عرض ضم فتحي لعشرين مليون جنيه إضافة إلى عرض عمر بركات وباسم علي وأحمد حمدي لضمهم للفريق البترولي وحدد مسؤول نادي إمبي شروطهم من أجل انضمام حمدي فتحي لعب وسط الفريق البترولي إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وكشف مصدر مسؤول بن نادي البترولي أن علي ماهر المدير الفني رحب ببيع حمدي فتحي إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مقابل الحصول على سلاسة لاعبين ومقابل مادي واشترط نادي إمبي التعاقد مع عمر جمال وعلي لطفي وميدو جابر على سبيل الإعارة بجانب 15 مليون جنيه للموافقة على بيع حمد فتحي للأهلي وأشار إلى أن في حال رفض الأهلي التخلي على لاعبيه لنا سوف نطلب ما لا يقل عن 30 مليون جنيه من أجل بيع اللاعب بشكل نهائي للأهلي رعب في الأهلي قبل مواجهة بيرامدز شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غياب نجم الأحمر عن المران الجماعي قبل مواجهة بيرامدز المرتقبة في الدور المصري وتغيب المغربي وليد أزارو عن تدريبات الأهلي حيث قال خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن أزارو يعاني من نزلة برد حادة جعلته يغيب عن مران الفريق اليوم موضحا أن الجهاز الفني بقيادة الأرجواني لازارتي فضل إراحته وتحوم الشكوك حول جاهزية أزارو الكاملة قبل مواجهة بيرامدز المرتقبة يوم الجمعة المقبل على استاذ الدفاع الجوي في مباراة مؤجلة بين الفريقين من الجولة السامنة لمسابقة الدور تصريح رمضان صبحي قبل مواجهة بيرامدز قال رمضان صبحي المنضم لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على سبيل الإعارة من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي إنه جاهز تماما لخوض المباريات خلال الفترة القادمة لأنه كان يتدرب بقوة خلال الفترة الماضية وأشار إلى أنه ينتظر إشارة الجهاز الفني للمشاركة في المباريات ويشعر بحماس كبير من أجل اللعب والمساهمة في تحقيق الانتصارات خلال اللقاءات القادمة في حالة الدفع به وأضاف رمضان صبحي أن المنافسة قوية وشريفة في مركز الجناح المهاجم بالفريق في ظل تواجد مجموعة من اللاعبين المميزين ووجود هذه المجموعة بالتأكيد سيكون مردود في مصلحة الفريق خاصة أن الأهل يشارك في أكثر من بطولة ويعاني من ضغط المباريات الذي يتطلب تواجد عناصر كافية من اللاعبين الجاهزين وعن وجود الإيرجواني مرت لازرتي على رأس الجهاز الفني أوضح رمضان أن ذلك يمثل حافزا للجميع مشيرا إلى أن لازرتي تحدث مع الجميع عن أهمية التركيز الشديد والاجتهاد في الملعب لتحقيق الانتصارات إصابة نجلة أبو تريكا بزبحة صدرية تعرض سيف أبو تريكا نجل محمد أبو تريكا نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق للإصابة بزبحة صدرية خلال الساعات القليلة الماضية وبات سيف نجل محمد أبو تريكا نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق مرشحا للانضمام إلى منتخب مصر للناشئين موليد 2001 والذي يقوله ربيع يسين خلال الفترة المقبلة ويقدم نجل أبو تريكا مستوى جيدا مع فريق العربي القطري ليخطف أنظار الجهاز الفني لمنتخب الناشئين الذي يسعى للاستقرار على أفضل القوام خلال الفترة المقبلة بقيادة ربيع يسين محمد محمود يتوعد أندية الدوري الأهلي قادر على حسم اللقب أكد محمد محمود لعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صعوبة بطولة الدوري هذا الموسم في ظل المنافسة القوية مشددا على قدرة الأهلي على العودة من جديد لإحتلال القمة وانتزاع اللقب للمرة الرابعة على التوالي وأضاف أعد جماهير الأهلي بالإخلاص والإكتهاد والإصرار داخل الملعب لمساعدة الفريق في الفوز بالدوري هذا الموسم وأوضح أن الأهلي تعرض لسوء حظ كبير في نهاء دوري أبطال إفريقيا في نسختين البطولة الماضيتين مشيرا إلى أن لعب الأهلي قادرون على استعادة عرش إفريقيا في النسخة الحالية وانتزاع الكأس الزهبية والعودة للمشاركة في بطولة العالم للأندية وقال نعلم أهمية التتويج بدوري أبطال إفريقيا لجماهير الأهلي ونقدر حالة الحزن التي تسيطر عليهم بعد خسارة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الأخيرة أمام الترج التونسي ولكن هذا الموسم سيشهد تتويج الأهلي باللقب الذي تعاهدنا على عدم التنازل عنه قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القادم في اجتماعها اليوم معاقبة النادي الأهلي ونظيره الدخلية على خلفية أحداث مبارتهما في بطولة الدوري والتي أقيمت يوم السبت الماضي وانتهت بالتعادل الألجابي بهدفين لمثلهما وقررت لجنة المسابقات توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 30 ألف جنيه منها 20 ألفا لما بدر من جمهوره من سلوغ الرياضي ضد حكم مباراة فريقه أمام الدخلية و10 ألاف للإعتراض على الحكم في المباراة نفسها كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية على النادي الدخلية قيمتها 15 ألاف جنيه منها 10 ألاف بسبب قزف الكرة داخل الملعب أثناء اللعب في المباراة نفسها و5000 جنيه لتسريب أعداد زائد عن العدد المسموح بتواجده في المباراة أفضل لعب بفريق النادي الأهلي في شهر ديسمبر خاض فريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 7 مباريات خلال شهر ديسمبر كانت ما بين بطولة الدور المصري الممتياز وبطولة دور أبطال إفريقيا في نسختها الجديدة ولعب العملاق الأحمر 5 مباريات في بطولة الدور العام ومبارتين في بطولة دور أبطال إفريقيا سجل خلالها النادي الأهلي 11 هدف بينما استقبل شباكه 4 أهداف وحقق الفريق الفوز في 5 مباريات وخسر في مباراة وتعادل في مباراة مباراة الأهلي وبتروجد وحسب تقييم الجماهير للعب الأهلي حصد كريم ندفد لقب رجل المباراة مباراة الأهلي والجونة وحسب تقييم الجماهير حصد ولي السليمان على لقب الأفضل بينما حل الشيخ في المركز الثاني مباراة الأهلي وطلاع الجيش حصد كريم ندفد على المركز الأول بينما كان محمد شريف ثانيا ومروان محسن في المركز الثالث مباراة الأهلي وجيم أبا جفار الأسيوبي جاء ناصر ماهر في المركز الأول وحل كريم ندفيد في المركز الثاني بينما كان المركز الثالث من نصيب مروان محسن مباراة الأهلي والنجوم حصد ناصر ماهر لقب الأفضل وجاء مروان في المركز الثاني وحل كريم ندفيد ثالثا مباراة الأهلي وجيم أبا جفار في العودة حيث كانت الدرجات كلها منخفضة لكن كان الأفضل شريف إكرامي ثم محمد هاني ومن بعدهما ناصر ماهر مباراة الاهلي والدخلية اخر مباريات الفريق في شهر ديسمبر عام 2018 جاء علي معلول الذي حل بديلا في شوطة المباراة الثاني في المركز الاول بينما حل ناصر ماهر في المركز الثاني ونختتم مع حضرتكم هذه الباقة من الاخبار بهذا التقرير عن جدول مباريات الاهلي في شهر يناير يخوض النادي الاهلي ست مباريات خلال شهر يناير المقبل منها اربع مواجهات ببطولة الدور العام ومواجهتين بدور ابطال افريقيا منها واحدة على ارضه واخرى خارج البلاد مواعيد ومباريات الاهلي في شهر يناير القادم ستكون على النحو التالي الجمعة اربعة يناير مباراة بيرامتز والاهلي على ملعب الدفاع الجوي الساعة ستة مساء السلساء تمانية يناير مباراة الاهلي واسموحة على ملعب الجيش ببرج العرب الساعة خمسة مساء السبت 12 يناير مباراة الاهلي وفيتا كلوب لم يتحدد الملعب او التوقيت احد ايام 18 او 19 او 20 يناير مباراة الاهلي وشبيبة الساورة الجزائري على ملعب 20 اغسطس لم يتحدد الوقت بعد الخميس 24 يناير مباراة الاهلي ومصر المقصة على ملعب الجيش ببرج العرب الساعة خمسة مساء الاثنين 28 يناير مباراة الاهلي ووالي ديجلا على ملعب بيتروسبورت الساعة 8 مساء في النهاية نشكر لحضراتكم حسن المتابعة ونرجو ان يكون الفيديو نال اعجابكم ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل ما هو جديد لدينا مباشرة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته